السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. بازن الله جماعة في الفيديو ده. هنشوف ازاي هنعمل جالب من السيليكون رابر على التمثال اللي في ايدي ده. اول خطوة بعملها ان انا بجيب قطعة من الفوم اكبر من القاعدة بتاع التمثال. وابدأ اسبت التمثال عليها باستخدام لحامل امير. بسبت كويس. وبعدين الفراغ اللي ما بين قاعدة التمثال وقطعة الفوم اللي انا سبتها. بكفله باستخدام معجون الجدران. الخطوة اللي بعد كده عشان اعمل الجالب. هي ان انا بحط التمثال جدامي بالشكل ده. وابدأ اعزل التمثال بالكامل من كل الاتجاهات باستخدام عزل كويس. ده عزل الماني او يعني واكس الماني او شمع الماني. اه كنت الاول مرة بجربه. بالامانة يعني مدنيش نتايج كويسة يعني. ولكن اه هو يعني اعتبر عزل برضو شغال يعني. طبعا الشمع الامريكي احسن منه بكتير بصراحة بعد التجربة. ولكن برضو الشمع الامريكي اغلى منه في السعر. بعزل القطع كويس زي ما انا قلت من كل الاتجاهات. وبعدين حبدأ. اثبت القطعة على البنك باستخدام قطع من الفوم كده يعني اخليها اه سبتة امامي وانا بشتغل. ما خليش تحتها فراغات كبيرة. عشان تستحمل الضغط. لان طبعا القطعة دي مصنوعة من الفوم برضو. هكفل كل الفراغات اللي في المنتصف دي تحملها برضو من الفوم عشان لما اكفلها يعني باستخدام السلصال. ماخدش كمية كبيرة من السلصال. حد الاول اعمل الاقتار الخارجي. وهعمله باستخدام عجين الجبس. ده عجين جبس يا جماعة. انا بحاول اوريلكم درجة سيولته وهو لسه معجون. تجريبا زي المية. يعني انا كمية المية اللي محطوطة في في العبوة ديت او العلبة دي. يدوب مثلا حطيت عليها حفنتين من الجبس. فكانت زي المية. ولكن بعد شوية بتبدأ تتصلب زي ما انتم شايفين كده وبتبدأ تتجل. احنا عايزينه يكون عاجين ضعيف بالشكل ده. عشان خاطر بعد ما نخلص به الشغل تماما بعد ما يقد دوره نقدر نكسره بسهولة. ونشيله من على من على الجالب او من على الجزء الاول من الجالب. ببدأ اعمل الاطار الخارجي او التحجيز الخارجي للقطعة بعجله وبحكمة. وبحاول قدر الامكان ما خليش الجبس يعني يلتسق بالتمثال بشكل كبير. هو انا عازل فعلا التمثال ولكن دايما انك انت بتكون حريص انك انت متبهدلش القطعة اللي معاك. بالزات يا جماعة لان القطعة ديت مصنوعة من الفوم. وطبعا يا جماعة اللي حابب بيشوف طريج التعامل التمثال ده من البداية للنهاية. ممكن يبص على البطاقة اللي هتزهر اعلى الفيديو حالا. ده الفيديو اللي انا عملت فيه التمثال وكنت الاول مرة بستخدم الفوم في نحت قطعة زي كده يعني. والنتائج يعني كانت مرضية والحمد لله رب يعلمين. التمثال طلع شكله كويس. اتمنى كمان ربنا يكرمنا. والجالب كمان يطلع كويس. والانتاج في الاخر يعني اللي هننتجه من الفايبر جلاس يطلع كويس ان شاء الله بفضل الله وبفضل دعوتكم. طبعا يا جماعة مهم جدا الاهتمام بشكل التحجيز ده اللي احنا بنعمله من الجبس يعني يكون مستوي ونضيف. وزي ما انتو شايفين انا اشتغلت المساحات اللي برا وكان فيه فراغات ما بين التحجيز اللي انا عمله ده وما بين التمثال. انا كنت جاصد اني ما حقش زي ما انا قلت في الاول كده ان الجبس ما يلتصقش بالتمثال بشكل كبير. وكنت عامل حسابي ان انا هعمل كمية زي ما تشايفين كده من العجين الجبس كمية بسيطة اقدر من خلالها اساوي المساحات البسيطة ديت اللي بين التمثال وبين التحجيز اللي انا عملته في الاول. ده بيديني فرصة اني يكون التحجيز ده نضيف وفي نفس الوقت التمثال نفسه ما يتقصرش وما يتبهدلش معايا. التعب يا جماعة اثناء تحضيرك للشغل برياحك بعد كده. يعني انت مثلا مرحلة تحجيز الجالب ديت من اهم المراحل في عمل اي جالب. انت ادي وقت كبير جدا اثناء العمل في موضوع انك انت تحجز القطعة صح. او خليني اقول زي ما بعض الصناعة بيقولوا ان يدفن القطعة صح. اه لان هي دي الشغل يعني انت كل الخطوات اللي هتتعامل بعد كده خطوات يعني بتكون سهلة. بتعمل كميات من السيليكون وبتفردها على الشكل. لكن المرحلة اللي احنا بنشتغل فيها ديت هي المرحلة الاهم. زي ما انتو شايفين الجبس اللي بيلتسق على القطعة باي قطعة بلاستيك. نقدر نشيله من على الشكل لان احنا في الهداية زي ما انا قلت عزلنا الشكل كويس. ده كان السبب في عزل الشكل. ان احنا اي حاجة من الجبس تيجي على الشكل نقدر نشيلها بسهولة. وكمان يا جماعة الدهان اللي انا دهانته ده يعني لما انا عملت فيديو التمثال جلت ان انا حدهن التمثال بدهان لامع عشان خاطر كده برضو. عشان خاطر اسناء العمل لما تيجي حاجة عليه اقدر اشيلها بسهولة. انا برضو بنظف القطعة بحرص شديد لان زي ما قلت لكم القطعة من الفوم اي خطة بتأثر فيها. ده بصراحة كان عامل لي يعني جلج اثناء الشغل بشكل كبير جدا. بعد ما خلصت كل مرحلة الجبس جماعة حيتبجى معايا الفراغات الداخلية دي. انا بصراحة مش هستخدم فيها الجبس لاني العمل عليها في القطع او في الفراغات الصغيرة ديها هيكون صعب اه في اني اتحكم في الجبس بسهولة. وانا مش عايز ابهدل التمثال زي ما انا قلت كده فانا هستخدم المادة الاسهل. المادة الاسهل هي السلصال. اه يعني بتشتغل فيها براحتك من غير ما بتخاف ان السلصال يعني ينشف زي الجبس يعني بيكون ليه وقت محدد في الجفاف. لكن السلصال طبعا بتقدر تشتغل بيه بارياحية اكتر. وما بتخافش يعني انه يتصلب ولا حاجة كده ولا كده يعني وقتك براحتك. انا بالنسبالي بفضل بشكل اكبر الجبس. ولكن طبعا يعني احيانا الحاجة بتحكم عليك. يعني احيانا انت العمل نفسه بيحكم عليك باستخدام خامة معينة. حتى لو انت مثلا ما بتحبهاش. انا مش بقول ان انا مش بحب السلصال يعني في الشغل ده. ولكن عايز اقول ان انا ميال اكتر للجبس. في التحجيز وفي دفن القطع. يمكن لان دي شغلتي. يعني يمكن لان انا اصلا راجل بتاع يعني جبس. راجل صناعي جبس يعني. فبعرف اتحكم في الجبس بسهولة. واقدر استخدمه بسهولة. طبعا السلصال يا جماعة بالذات لما بيكون الجو بارد. بيكون صلب. فانا هنا بسخن عليه باستخدام هوا ساخد يعني عشان خاطر يكون احن شوية واعرف اسويه اخلي السطح بتاعه ناعم. لان حتى لما بيستخدم السلصال يا جماعة. بحب ان يكون السطح بتاع التحجيز اللي انا بعمله ناعم ونظيف. بحاول قدر الامكان اعمل كل التفاصيل بشكل دقيق. وتاني بقول يا جماعة انا عارف ان ده في الاخر مش هيكون ظاهر في شكل القطعة. ولكن دايما الجالب لما بيكون معمول بحرافية بيكون شكله احسن. والشغل عليه كمان بيكون مريح. باستخدم طبعا اي حاجة مناسبة. عشان اساوي بيها السطح. هعمل كل الفراغات اللي فضلة دي بنفس الطريقة. عشان مضيعش وقتكم. وحرجع لكم ان شاء الله بعد ما نكون نتهينا من كل الشكل. وده الشكل النهائي جماعة للقطعة. بعد ما حجزناها تماما من الخارج وقفلنا كل الفراغات الداخلية. بيبقى فاضل معانا حاجة مهمة جدا ان احنا نعمل العلامات في كل الشكل. يعني في كل الاماكن اللي احنا حجزناها. اذا كان على الجبس من الخارج او على السلصال من الداخل. انا في طبع يا جماعة ما بحبش ان احط علامات كتير للشكل. يعني ده مجرد يعني يعني طابع في يعني مش عايز اقولك ان مثلا العلامات الكتير مضرة. اه فما تعملهاش وان العدد الجلية اللي هو الافضل. لا يعني. ولكن انا بشوف جوالب الناس بتعملها. ممكن يكون جانب صغير تلاقيه عامل خط يعني كامل من العلامات حوالين منه كده يعني. مش هتفرج يعني حسب راحتك وحسب الطريقة اللي انت بتفضلها يعني. شايفين يا جماعة الايد المرتفع دي في التمثال. يمكن يكون هي يعني السر او الميزة الموجودة في العمل ده. يعني جوالب السيليكون احنا عملناها كتير. ولكن موضوع الايد المرتفع ديت يمكن تكون هي الفايدة الوحيدة اللي حنشوفها جديدة يعني اقصد في فيديو زي ده. طبعا قبل ما نبدأ في مرحلة عمل السيليكون يا جماعة. لازم نعزل الشكل تماما بالكامل الشكل نفسه والتحجيز اللي احنا عملناه اذا كان من الجبس او من السلصال. لازم يعني نتأكد ان احنا عزلناها عزل جيد. افكركم طبعا يا جماعة لو وصلتم لغاية الجوز ادام للفيديو. انكم ما تنسوش تعملونا اعجاب للفيديو وتسيبونا تعليق طيب من تعليقاتكم. ولو انتم بتشوفونا الاول مرة طبعا ياريت تسعدونا باشتراككم في القناة. ده شيء اكيد هيسعدنا. بعد ما خلصت العزل يا جماعة تماما. يفضل اني اسيب العزل يعني ينشف شوية على الشكل ما اشتغلش والعزل لسه يعني معمول مباشرة. ممكن ساعة او ساعتين. وبعد كده حبدأ اشتغل في مرحلة السيليكون. باجيب كمية من السيليكون بمقدار يناسب المساحة اللي هعملها. وبحط عليه كمية من مصلب بمقدار يناسب انا عايز اعمل ايه. يعني ايه الكلام ده? يعني فيه دايما حد بيسألني يقول لي احط كم من المصلب على السيليكون. يعني كم جرام من المصلب على كم جرام من السيليكون. انا دايما اجابتي واحدة في الموضوع ده يا جماعة. مفيش حاجة محددة. يعني انت مثلا ممكن تبقى محتاج ان السيليكون ياخد راحته في الجفاف زي ما انا بعمل في المرحلة دي. يعني دايما انا فاول طبقة احب اخلي السيليكون المصلب بتاعه اجل. ليه كده يا جماعة? لاني بحب اني افرد السيليكون في المساحات اللي انا عايز افردها براحتي وعلى مهلي. واسيب السيليكون ينشف براحته. عشان خاطر اتأكد تماما اني غطيت الشكل بالكامل بشكل جيد. واني مثلا لو حصل اي فقعات هوا اثناء ما انا بحط السيليكون اقدر مثلا اضيحها باستخدام الهوى او النفخ او باي طريقة ممكنة يعني. ده كله مش هيحصل لو انت حاطت مصلب كتير على السيليكون. لان لو انت حاطت مصلب كتير على السيليكون. اول ما هتبدأ تحط السيليكون كده هتلاقي وقته في الجفاف سريع. فمش هتلحك تعمل كل انا بقول لك عليه. لكن في مراحل تانية يعني في الوش التاني والتالت ممكن مسلا تزود المصلب براحتك او حسب برضو ظروف الشغل بتاعك. فدي حاجة انت بتتعود عليها بتقدر تحددها بناءا عن شغلك. ان شاء الله يا جماعة في الفيديو القادم هنشوف استكمال الجالب ده. ازاي هنكمل بجيت الطباجات من السيليكون. وزاي هنعمل حاضن الفايبر عليه. وازاي هنلف ونعمل الجزء التاني من الجالب في الناحية التانية. كل ده ان شاء الله هنشوفه في الجزء التاني من العمل. وفي نهاية الفيديو زي ما بطلب منكم كل مرة. ما تنسوش تلعلي بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.